اشتركوا في القناة ونكتشف ونختبر ونعرف فكره من خلال الكلمة المقدسة الانجيل كلمة الله فهل يلي سمعته تبه منسجم مع الكلمة المقدسة سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي في لهوتي وفيلسوفي كبير اسمه دالس ويلارد إذا مش قريله قريله إذا تعرف اللغة الإنجليزية وبعض كتبه ترجمت للعربي كتب كتاب اسمه هيرين قاد الاستماع إلى الله وبيحكي عن نوعية الصوت يلي بتسمعه يعني في رن خاصة في صوت خاص إليهنا لما بيحكي مش متل الآخرين لما بيحكوا ففي له رن نبرة خاصة طريقة خاصة بيحكي مع الإنسان ويجب أن نعتاد على هذا الصوت أو نعتاد إلى هذه النوعية من الصوت من خلال قراءة الكلمة بروح الصلاة فأنا بتعود على صوت الله كيف من خلال قراءة الكلمة بروح الصلاة ولما هالعادة تصير عندي وتعود على قراءة الكلمة وتغزى من كلامه بصير يقدر ميز صوته عندما يتكلم إلي فالموضوع منه السحري واحد بينظر لأمرأة بيشتهيها بقول أنا بروح إذني معها هل هي ده إرادة ربنا ولا لا بيفتح لكتاب المقدس هيك بيقع على سفر هوشع الفصل الأول والأي التاني وبيقرأ الرب عن بقول لهوشع اذهب خذ امرأة زنا وأولاد زنا مش هيك هل هيدي كلمة الرب لا الخطر اللي بنعمله هو أنه نفكر أنه أنا بعيش بعيد عن كلمة ربنا كل الأسبوع كل الشهر ولما بدي أعرف صوت ربنا بيجي بقال له يا رب حكي معي بقرأ أول كلمة نعم قال الرب آه يعني أنا لازم أعمل هيك وبفوت بالحيط أبدا طريقة ربنا مش هيك أبدا أنت بدي يصير عندك خبرة روحية في قراءتك لكلمة الرب لأنه من خلالها بتستخرج مبادئ في سياق آخر عيشوا اليوم بالقرن الواحدة عشرين بتعرف تطبق كلمة الرب وتعرف مشيئة الله وتعرف كيف الله يتصرف وكيف يفكر وكيف يحكي مع الإنسان وكيف يتعامل مع الإنسان في وسط الظروف بيصير عندك هالخبرة روحية من خلال تعمؤك بكلمة الرب ساعتها لما بيحكي بتعرف آه هيدا البابا هيدا الماما تقدر تميز أنه عندك الخبرة روحية فأولا هل ما سمعت ينسجم مع فكر الله فمنحتاج للكلمة مع هالخبرة الروحية عم نتعمق فيها باستمرار تحت ستساعدنا أنا باختباري الشخصي عندي خبرة الروحية مثل ما أنت عندك خبرتك الروحية وكل واحد مننا عنده خبرته الإيمانية فأنا بحكي عن خبرة الروحية أنه أنا بقدر ميز هيدا الصوت لأنه لما بيجي على قلبي على كياني ما في تردد ما في ما بيفوتني بمحاجة أو جدال بيخرق قلبي مثل السيف وبيكل هدوء بيدخل على كياني وضميري وما بحس حالي إلا عم أتحرك أني طيع كلامه وأعمل مشيقته صوت في كتير من العمق ومش صوت بسمعه بدينيه أنا ولا مرة سمعت الرابع عم يحكيني بدينيه بحسه عم يحكيني بكياني بظروف الحياة أنا وعم أتأمل بكلامه بشعر بي بيقنعني دغري مباشرة ما في تردد وفي محاجة عم في مشاجرة بيني وبينه لأ لأ بحس تجي كلمته بالوقت المناسب بالمكان المناسب باللحظة المناسبة بالعمق المناسب وما بحس حالي أنا إلا عم طيع كلامه بصلي دايماً يا رب أعطيني هال النعمة إنه إنما في طاعة في طاعة كاملة اللي إليهنا دون أي اعتراض بدي طيع طاعة كاملة فالسؤال الأول لما تكون أنت في موقف بدك تاخد أرار سأل السؤال الأول هل يلي عم تسمعه هالدعوة اللي عم تخدها تنسج مع فكر الله مع الكلمة المقدمة